تحية طيبة ومشاهدين الكرام في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي للمشاركة والتواصل لأرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي الاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستجرام البرج العالي فاصلوا ونواصل نبدأ مشاهدين مع القمر يكون القمر في برج القوس الناري حتى الساعة العاشرة إلى 12 دقيقة من صباح الخميس ثم ينتقل إلى برج الجدي الترابي ويمكث فيه حتى الساعة العاشرة وست دقاء من ليل السبت ليدخل برج الدلو الهوائي ويبقى فيه حتى ساعة 11 ودعش دقيقة من صباح الأثنين هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى صباح الخميس في برج القوس الناري من صباح الخميس وحتى ليل السبت في برج الجدي الترابي من ليل السبت وحتى صباح الاثنين في برج الدلو الهوائي أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية المعينة مع هذا الكواكب تتشكل فترة غير إيجابية لا تصح مبادرة لأي خطوة جديدة ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا لا تيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية يوم الخميس من الساعة التاسعة و17 دقيقة صباحا وحتى الساعة العاشرة إلى 12 دقيقة صباحا يوم السبت من الساعة التاسعة و47 دقيقة ليلا وحتى الساعة العاشرة و6 دقائق ليلا يوم الثلاثة من الساعة الحديثة عشر و5 دقائق صباحا وحتى الساعة الحديثة عشر و11 دقيقة صباحا أيضا مشاهدين الكرام المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي الاستلام من شركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنسجرام البرج العالي ننتقل لي أول مكالم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام هلو بيج أنا غفران من محافظة ديوانية هنا ناس هنا غفران فضلي أهمني أجموا عليه شكال في شكال المو شكال غفران صوت جديد قطع ناغد صالحاتي في آخر ألو ألو نعم ألو السلام عليكم برج العالي فضلي انت على الهوات يرحموا لك أنا بايت تصدر أستاذ الله انت على الهوات فضلي نعم فضلي ألو انت على الهوات فضلي نعم نعم ألو ألو نعم 93 93 93 93 ساعة بيش مرة ثانية 7 ونصف وثمانة ونصف خلي نقول بثمانية الصبح الصبح صح؟ نعم نعم اوكي وين بالعراق؟ نعم بصغداد اوكي دقيقة أريد الزاوية الزاوية الخارقة الفلكية هم بها الزاوية السلبية بالنسبة للحياة في ناحية الزواد التعيين الصحة دقيقة اوكي هذا خلي انتبه الوضع الصحي بشكل خاص اوكي على طول الأمر عندك كوكب أورانوس وكوكب نبتم بالبيت السادس المسؤول عن الصحة بالتالي يتوجب علي أن يكون يقض في متابعة حالته الصحية على طول الأمر يعني هذا ما يدعو الشي للقلق بس مثلا هذا الكوكب يعني على سبيل المثال أورانوس ممكن يستطلع له فتشيب على غفلة زين هو مثلا ما متوقعه فمن يحس بأي شي غير عتيادي لازم يراجع الطبيب بالحال اوكي نعم ان شاء الله ما عنده مشكلة بس بس يعني إذا يكون داحت إشراف الطبيب يعني مهمة صحته عند شعوره بأي شي غير عتيادي إن شاء الله ما عنده مشكلة هو حساسية الصدر ناحية منطقة الصدر لحظة يعني بالتنفسي قزج؟ جاهز التنفسي؟ نعم هو كـ نعم أكثر تيه؟ والله من الخارطة ما عنده مشكلة بصراحة عنده البيت الأول يعني الأشياء المعرضة للإصابة اللي تكون عنده شوية حساسة أكثر من باقي الأبراج القلب الظهر هو كبرجه هو السرطان المعدة لأمراض الدورة الدموية والبيت السادس الركبتين الجلد الأسنان يعني هاي المناطق اللي شوية لاسب حلال إذا صار عنده شي مثلا إذا واحد يطيب بسبوع من هذا يعني ياخذ كورس علاج هذا شوية يتأخر ياخذ الكورس يعني الثلاثة يلا شاسمه؟ شاسمه؟ يجيب العلاج يعني يجيب نتيجة العلاج مادة نعم يا الحمالي ومنحة التعيين والزواج؟ الزواج عنده تأخير لأنه عنده كوكب زحل بالبيت السابع هذا معناه أنه قد يزوج بسن متأخر أو يزوج إنسانه نفس اهتماماته نفس تفكيره أو واحده أكبر من عنده أو مثلا كل شيء أصغر من عنده على سبيل المثال وإذا صار عنده زواج هذا الإنسان بشكل خاص همنا لازم يكون شوية مرن في تعامله مع الطرف الثاني في سبيل أنه تمشي حياته إذا مو بس شغلة الزواج إذا عنده موضوع يعني شراكة شغل مثلا همنا لازم يكون حذر في اختياره للشريك اللي يشتغلوها وبتعامله مع الطريق التاريخ نفس الوقت والتعيين التعيين مجال الشغل هذا مجال الشغل إن شاء الله إذا اشتغل أحلى شي عنده بالخارطة هو مجال العمل يعني عنده إمكانية أن يكون إنسان صاحب مركز اجتماعي مرموق يعني يكون يوصل على المنصب كل شي حلو بالله هو من يتي صحيح هو من يتي الله خليك إن شاء الله هذا مجال جدًا مفتوح وكل شي أوكي يعني الله يخليك إن شاء الله يسعيك سافلات أدي امواليد 21 واحد 96 ساعة الولادة 9 ونص عشر ونص 9 ونص عشر ونص هنقول عشرة، الصبح لو بالليل؟ الصبح لو بالليل؟ الصبح الصبح، صراحاً دقيقة هذا من مواليد برج الدلو نعم أوكي من ناحية الصحة الزواج، هو متعين، بس وين ما تقدم له مدى الصيد؟ دقيقة، واحدة عشرين ألف وتسعمية وستة وتسعين قلب العشرة هذا بالناحية الزواج ما عنده مشكلة، وهذا أيضاً مثل الثاني مجال العمل جداً أوكي إله هذه الفترة الحالية إله كانت إيجابية، ما أدري إذا قدم ممكن يجيب نتيجة لا، هو متعين، هو هذا المتعين عندي هذه الفترة زينة، وهذه السنة من 3-12 وصاعداً من الخارطة مادة، تكون عنده سنة كلش إيجابية إن شاء الله، خاصةً شهر الـ 12 بدايته، يعني شهر الـ 12 الـ 1 الـ 2، لازم يسر عنده ترقية، عمل أفضل، راتب، يعني مجال العمل يكون جداً جداً إيجابي إن شاء الله، الله خليك، الله خليك، وإن شرك عمر أنت يسر عالية، وحفظك، تدللين، الله يحفظ مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، يعني مشاهدين الكرام مشاركة والتواصل، أرقام الهواتف التي تظهر بهم حضراتكم على سهل الشاشة، ما هي السلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك، والإنستجرام، البرج العالي، أو در المكالمات، ألو؟ ألو نعم؟ ألو؟ 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 نعم ألو؟ 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 ألو نعم؟ أيوة، ممكن أن تكون الجميع علي؟ أنت على الهواتف، فضلي أمجاد من ليبيا أمجاد وطي لي صوت التلفزيون اسمعيني من التليفون اه 12 ستة اوكي اي ساعة اه العاشرة صباحا وفي ليبيا اوكي طبعا مواليدك موجودة ما ليبيا يعني ما ماسح ليبيا من البرنامج فباقية شن السؤالك أمجاد على الزواج على الله في خطوبة اولى الخطوبة في فترة بشهر مارس اللي يجي يعني من يوم الجمعة هذا شهر ثلاثة نعم في شهر ثلاثة اي نعم هذا الشهر اللي يجي عندك فرص ممكن تتعزز العاطفة عندك من خلال شخص مقيم خارج البلد على سبيل المثال او شخص جاي من مكان بعيد على سبيل المثال امور العاطفة نسبيا تكون ايجابية بس مع ذلك يتوجب عليك تكونين حضرة في اختيارك في هذه الفترة بس الوضع العاطفي انا مش محدودة نعم مش محدودة انا عندي شهر من ناحية الحاض انتي سبعة ام لا من ناحية الحاض تاثة خمسة سبعة لا طبيعي دقيقة وبيانة صحة من ناحية الصحية وضعكم فترة هذه نسبيا الابراج مثلا الجوزاء الميزان الدلو الحمل الاسد القوس نسبيا غير مرتاحا من ناحية الصحية بس مع ذلك ما عندك شيء لعل القلق ان شاء الله بلا كبرج نعم الخطوبة انت شهر شين بالضبط انت كخطوبة اي شهر انسب بالضبط اي بشهر حزيران يونيو بشهر ستة انا ذاكي تكون عندك فرص ايجابية ان شاء الله انا صحيح ان شاء الله انا جاهز اوكي ان شاء الله كم جاهز ايش ناخد التصالحات في اخر الو الو نعم الو الو مرحبا مرحبا اهلا بيتش شوانك يعني خير الله يسلمك يا اهلا اصدخلاتو يا يامو اي نعم اتفضلت يا الهواء waki اوكي ممكن اسألك اهالى 1 375 زوجي نزار اوكي ماتاج mogelijk الاسم الاساعة افوان ماتاج الاسم عادي يعني اه اه ان الص worlds والله ما ندري بس هو على توقية الكويت مو مشكلة Tapi الا الساعة بיות الساعة بضبط والله ما أدري بس يمكن هيك شيء ساعة ستة بها الخدود أنا مو مشكلة إذا ما تعرفيها عادي بس إذا قدمه واحد ينطيني ساعة الولادة يكون الإجابة أدق أو أوضح مثلا يعني كبرج يعني ممكن يكون هو هذا الشخص مثلا من موالد برج الحود بس جاي ساعة على سبيل المثال جاي بالعشرة باللئل يكون طالع على أقرب آنذاك أو مثلا بثمانية باللئل رح يكون طالع على الميزان هو برج الحود وطالع على الميزان بهذه الحالة فنشوف تركيز الكواكب وين كانت بالخارطة ماتتا يعني بساعة الولادة فبالتالي نطي التوقعات أداق يعني تكون مثلا البنية اللي اتصلت أول وحدة لما ندقلها مثلا ابنة شاي السنة بشهر الـ 12 تكون إليه أوكي هو برج الدلو مثلا بس ما لعلاقة يعني مو سنة العمل إليه بشكل خاص هو حتى بالطالع يعني بالضبط بالضبط أي فالتركيز الكواكب عليها مثلا نطيش توقعات أداق تكون يعني مثلا من نطيش توقعات عامة كبرج الحود يعني نادرا نشوفين كل مواليد برج الحود يمرون بهذه الحالة حتى أكو ناس مثلا اسمعهم يكذبون الحاكي مالك مكرر والحاكي ماتك كذا كذا بس المشكلة مدى عرف شون داعش رحها هواية بس مدى ما يمكن هما ما من تبهين أو كذا بس مو الحاكي كله ينعاد مثلا اليوم الحاكي اللي يكون البرج الحوت باشر العفو اليوم مثلا برج القوس مرتاحين باشر برج الجدي يكونون يعني البرج الجدي تعبانين باشر برج الجدي يصيرون زينين برج الدلو يتعبون الحاكي مال هذا إن قلوب لهذا بضضبط لا بلعكة ثانيكو يعني لأن كل شي أحب الأبراج وكل شي بتابع وأفهم في هاي الأمور من هاي أنا حافظة كل ساعة أي ساعة أولادي الموالدين على بود هذا الشيء أنا هذا القصد بأن أسأل الساعة أحتاجها بس في سبيل أنه أطي إجابة صحيحة هذا القصد خلي نقول بالستة على سبيل الإطلاق ايه يعني ايه هو الصبح يعني زين هسنشوف شن السؤالة السؤال يعني هو بس أريد من ناحية الشغل يعني هو عنده نقلة نقلة فما عرف راح تصير لو ما راح تصير أو شوقت يعني إذا في مجال يعني والله باعي شوفي هاي الفترة اللي احنا بيها هي فترة كل الزينة إلى بشدة مجالات الحياة رغم أنه هو محتفل بيت ميلاده كل عام هو بخير مقدمة بس الفترة تيجي إن شاء الله تكون إيجابية رغم أكو بيها شوية خربطة بس لا إن شاء الله إيجابية إيجابية بس هي فرح تتأخر ولا مود لا إن شاء الله أكو بيها خرب إيه أكو بيها عراقيل راح يتراجع وطارد برجهم بالذات بس مع ذلك لا بمعنى الشمس أدوم وإذا هي النقلة متحرك عليها ببداية السنة أو أي شي شي فإن شاء الله لا إن شاء الله خير بأنه بمعنى هو كبرج حوت بشكل خاص هو أحسن شيء إلى الشغل يعني ذات الجين أحسن إلى الشغل خلال هاي السنة هاي السنة إيه كنقلة ما نقلة إيه أوكي بس بشهر الثالث قد يكون بيها شوية عراقيل أو تأخير بس مجال الشغل إنه ترقية أو عمل أفضل إيه نعم هذا الشي وارد هذا الكلام مستمر ويا لحد ثلاثة اتناعش من هاي السنة لازم يسأل عندهم شيء إيجابي في مجال العمل مواليد برج الحوت إن شاء الله إن شاء الله عيني مشكور تم لعيني خلاله تدلالين أحنا وسهلا بيك يا هلا ناخذ التصم ألو ألو نعم السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا برج العالي نعم أنت يا الهواء 17-4-23 2003 ساعة ساعة الولادة من 11 إلى 11 ونص الصباح لو بالليل الصبح أوكي شن السؤال على الخط على الدراسة بالعراق لا بالأمارات أوكي يعني الولادة هذه بالعراق بعدة من أمارات أوكي ويت بعجمات أوكي 23 ثلاثة آه آه زين آه دعش وربع أوكي شن السؤال يجب الضبط الدراسة الدراسة على حظ أوكي من ناحية الدراسة بشكل عام بس طيني فد رح سأل السؤال جاوبيني علي هذا من النوع اللي يحكي عليك كيف لا لو عادي حصبي سريع عصبي يعني من النوع السريع ما لا علاقة مو من هذا اللي جرين لحشاية يعني من يحكي لحشاية يطول بها ساعتين أو هذا لا لا أوكي هذا جاي على الساعة دعش دعش شوية نعم زين يعني لو جاي قبلها أحسن شوية عصبي نعم عصبي هذا اللي عندها وطارت بيته أول من النوع المتكلم ماذا ما يعني من ناحية الدراسة ما خاف عليه بشيء بصراحة بس الحظ لا هذا الخطيئة كلش ما محظول يعني أي شي ريده أي صحيح من النوع اللي حصل ابتعب أو مثلا هو قاعد ينكسر شيد بوبراسة يعني حتى لو ما أنت تجين الضربية آسف الصحة الصحة ما عنده مشكلة هو بشكل خاص ينتبه الرأس الوجه الأسنان هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة بس مع ذلك من الخارطة كبرج الحمد لله والشكر ما عنده شي يدعو للقلق ما عدا الفترة الحالية اللي تستمر لحد عشرين ثلاثة يتوجب على مواليد برج الحمى اللي ينتبهون النوم هم الغذاء هم يعني الأكل هم في سبيل أنه ما يصير عندهم تعب لأن هاي الفترة شوية فاقدين حيويتهم ومستقبل الدراسة ما عنده مشكلة من ناحية الدراسة ما عنده شي حسب اجتهاده على طول السنة بس هذا كلش عاطفي كلش عاطفي نعم نعم شكرا جزيلا شكرا العفو أهلا ونسهلا جهلا للمشاهدين الكرام مشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهروا من حضراتكم أسفل الشاشة ما هي للسلام من شركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الكيسبوك والإنستجرام البرج العالي مشاهدين الكرام واليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم برج الحوت المائي تعالوا معنا نتعرف إلى أبرز صفات رجل برج الحوت المائي هو رجل قوي وذو شخصية قوية يجذب انتباه أي امرأة ومن صفاته إنه مستمع جيد حيث أنه يعطي اهتمامه كله إلى من يحدثه فهو صديق لأولئك الذين يثقون به كثيرا وخصوصا عندما يكون بحاجة إلى ذلك الصديق وهو يشبه امرأة الحوت حيث إنه حساس ورومانسي جدا لا يحب أن يرى مواقف تراجيدية أو أن يرى الحزن في قلوب الآخرين وفي قضايا الحب فإن رجل الحوت هو رجل رومانسي حقا فهو يحب الجو الرومانسي وتناول العشاء على ضوء الشموع ومشاعره عميقة جدا وخالدة مع من يحب يحب الفن لأن هذا البرج يدير البيت الثاني عشر ويتحكم به فهو قد يعمل بقدرته الذاتية لتطوير عماله ومهما كان عمقه فهو يحتاج إلى موازنة أو دراسة تلك الموازنة وخصوصا فيما يتعلق بحياته الشخصية مع مسؤولية عن ما هو موجود في العالم الخارجي ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام مشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر معا بحضراتكم أسفل الشاشة وما هي السلام ومشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستجرام البرج العالي عودة للمكالمات السلام عليكم وعليكم السلام أنا 13 داعش 1970 أي ساعة؟ ساعة 11 بالليل أوكي شنو سؤالت؟ عن الصحة والقسمة الزوال دقيقة 13 داعش 1900 والأرقام الحظ أوكي داعش بالليل سمعك من التلفزيون؟ أوكي بس دقيقة الزواج أو الحظ بس والصحة الصحة أوكي سمعي من التلفزيون أنت من مواليد سبعة وثمانية أنت من مواليد برج العقرب أرقام الحظ أربعة خمسة تسعة أوكي الطالع هو الأسد بخصوص الزواج بشكل خاص ما عندش أي مشكلة من الخالطة يعني قد يكون أنه أنت من النهر تحبين حريتك أوكي أو تأتيين تصرفات متفاجئة تفاجئ الشريك على سبيل المثال أو تكرهين أحد يقيد يقيد بشكل خاص بس ما ذلك أنت إنسان جداً عاطفية ومن ناحية الحظ أنت جداً محظوظة من القارطة عند الزاوية حلوة اللي هي زاوية الأقتران بس بنفس الوقت نعم عند الزاوية كلش حلوة من النوع اللي تخليش محظوظة وبالإضافة إلى تحكم كوكب المشتري عليه بشكل خاص في بالتالي خليش أنت من النوع اللي جداً متفائلة تنظرين للحياة بنظرة متفائلة ومن النوع هذول الناس اللي مثلاً ينظرون دائماً متشائمين شقد ما يتواجهش مشاكل روحش شون ما نقول إحنا عليها خضرها من النوع اللي مدبعين على الكاس من الجهة يعني منه فارغ دائماً مدبعين على أنه هو مليان أو من النوع اللي متشيرين هم الفتشي معين فهذا الشي كلش حلو بشخصيتش ومن النوع الغيورة المتملكة جداً عموماً من ناحية الزواج ما عندش شي يعني يعطل عليك هذا الموضوع وكونش من المواليد برج الأقرب عندش فرصة إيجابية هذه الفترة الحالية أوكي إيجابية لجمناحية الارتباط عندش فرصة ثانية اللي هي تبدي من ستة وعشرين ثلاثة يعني قلنقل من سبع عشرين ثلاثة لغاية سبع عشر أربعة و أو العفو لحد عشرين أربعة آسف وعندش الفرصة الثانية المثالية من ناحية الزواج والارتباط لمواليد برج الأقرب خلال عام 2019 الفترة الواقعة ما بين 15-5 وتستمر وياكم لغاية العفو الثمانية ستة من هذه السنة هاي الفترة تكون مثالية لمواليد برج الأقرب من ناحية الارتباط الزواج الخطوبة بشكل خاص والمزوجين يحسنون علاقتهم من ناحية الصحية أنت كوحدة من مواليد برج الأقرب ما عندك شيء بصراحة من ناحية يدعو للقلق أو يعني يدعو يعني شوية يكون مهرج ولا من الخارطة وضع الصحي يعني مستقر نسبيا من ناحية الأبراج هاي الفترة تكون إليك إيجابية المفروض إذا عندك علاج شيء تأخذي على اعتبار من الطالع للكوكب الزهورة حاليا في البيت السادس فيتطيج فرص أنه مثلا هذا العلاج يجيب نتيجة بس من عشرين ثلاثة لغاية عشرين وعشرين أربعة آنذاك يتوجب على مواليد برج الأقرب ينتبهون الصحة هم ما يتعبون نفسهم مثلا بشغل أكثر من طاقتهم أو مثلا بالسهر أو يعني أو يتناولون وجبات أكل غير مألوفة أو أكثر من المعتاد في سبيل أنه مثلا وضعهم الصحي ما يتعرض لنكسات أو وعكات على سبيل المثال بس ما المهم أنه ما عندش يدعو القلق لا من الخارطة ولا من الفترة الجاية وإن شاء الله كون جاوبتش ناخذ اتصال هاتفي آخر له ألو نعم فضلي ألو السلام وعليكم وعليكم السلام الله يخليك عندي مواليد خمسة ثلاثة نعم خمسة وثمانية خمسة خمسة ثلاثة خمسة وثمانية عن الزواج وعن الحال الماضي خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة ثلاثة أوكي الساعة ساعة خمسة الربع الفجر أوكي بالعراق أي بالعراق الموصل أوكي دقيقة واحدة بس الزواج وشنو عن الزواج وعن يعني الحال الماضي يخليك أوكي أشوف ابن وضع هذا تعبان هس أشوف فإن شاء الله ما يكون مثل ما أنت يدقيني ورقام بالحظ الله يخليك خمسة وثمانين ثمانية تس أرقام خمسة والسبعة خمسة وسبعة يعني مزينة يعني تقريبا أوكي ستة خمسة أرقام أرقام خمسة 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 إلا ربع أوكي زين هو من مواليد برج الحوت الطالع الدلو من ناحية نعم تفضلي الزواج يعني الزواج ما عنده مشكلة أبدا ما عنده لا لا بالشسمة يعني من الخارطة ولا مثلا على سبيل مثال كبرجة هو أدفت أشياء يعني تأيقها هذا أتكون أحد بعائلتكم عنده توم توم إيه قرائب إيج قرائب أبو مثلا هو شي شي لا احتمال يجي لتوم هذا من يتزواج إن شاء الله يجي لتوم بالله لا رأيت إن شاء الله لا تخافين عليها من ناحية الشغل يعني هالسنة أكو زواج هالسنة هالسنة عنده عنده فرصة فرصة قريبة هاي الفترة أوكي حاليا بس ما بقى منها شي خليها عنده فرصة من سبعة وعشرين ثلاثة هاي الفترة حلوة من سبعة وعشرين ثلاثة لحد آآ عشرين أربعة هاي الفترة كلش حلوة من ناحية الزواج الارتباط خطوبة يغالنا إن شاء الله أوكي إن شاء الله تسلم و أرقام الحب قلت عن نباع خمسة ثمانية أرقام خمسة وسبعة خمسة وسبعة حالة المادية عند السبعة هذا من ناحية المادة والله همينا ما شاء الله أنا شوفها إنه ممكن بالمستقبل هذا كلش محظوظ كلش محظوظ بحيات بزنا لعذا شو والله تعبان لا 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 كل ما اتبعنا مرة شكل لا لا ما عنده شي كبرج هذا والله الحمد الله إن شاء الله ما عنده شي لا تخافين أبد من ناحية الفلوس هو طبعا من ناحية الحظ جدا محظوظ نفس اللي قبل شوية قلت لها جدا محظوظة عنده تأثير المشتري كلش قوي عليه بالخارطة رغم إنه برج الحوت ما لعلاقة فبذتالي هذه السنة حتكون إلا كلش إيجابية لحد ثلاثة اتناعش بشكل خاص ومن ناحية المادة هذا همينا من النوع اللي يعني شون الله يسخر لناس اللي يعجبهم يساعدوا أو يسولوا لفتأشياء من ناحية المادة فمن هالناحية طمئنة يا الله إن شاء الله إي والله وفدنا بقلبه طيب والله هو إن شاء الله إي لا تخافين علي إن شاء الله يعني مجرد مثلا ممكن إي أخوه الله يخليك إي ماعد عندك إي إي ثلاثة عشر شفنا 86 الساعة سنتين ونوط تقريبا من الفجر هذا عنده طلاق هذا مزوج دقيقة هسا شوفه هذا مشاكل يعني ويزوجته الله يخليك أوكي 16-12 1986 86 سنتين ونص فجر أوكي هذا لا ما عنده من الخارطة بشكل خاص إذا متأكد من الساعة لا ما عنده يعني واحدة ونص منتين ونص ما متأكدها والله والله إذا خلاص سويه واحدة ونص بس حتى لو سويته واحدة ونص ما أعتقد رحي أتغير شي يعني الشي نا ما عنده شي إن شاء الله كمؤشر يعني أكون ناس يعني إذا منتبه علي بالبرنامج يعني رأسا أقول أنت منفصل أو أنت منزوجة مثلا هذا الشي قبل أقول ليه يعني يكون هذاك الشي شون مثلا مال التوأم عند التاريخ الأول يعني 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 أدو أمر إيه فأذاك مثلا كفاد معشرات قوية ما تقبل غلط يعني نهائيا فهذا الشي همينك كطلاق الحمد الله ما عنده فإذا أكو مشاكل هذا يعتمد حسب تاريخ ميلاد مالته وحتى لو مثلا كانت العلاقة إذا قتلت زينة يعتمد حسب الرغبة المتبادلة بين الطرفين قد يكون واحد من الطرفين ما يريد يعني يكمل أو معاجبة فتشي معين فبالتالي نعم نعم شون ما ننقطع الخاطئ إلا إن شاء الله إن شاء الله يكون جواب إذا مشاهدين كرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستجرام البرج العالي نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجه ونبدأ مع مواليد برج الحمل تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أن يقوم برحلة إلى مكان بعيد الفترة مناسبة للمطالعة من صباح الخميس تنصب جهودكم نحو عملكم حافظوا على إنجازاتكم القائمة وعلى سمعتكم من ليلة السبت تسعدون من لقاء الأصدقاء والتعاونين معكم مواليد برج الثور تنهم يكون في إدخال تعديل على ميزانيتكم ثمت فرصة لمكسب مالي من شراكة وتعويض من صباح الخميس تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات كنوا أكثر وعياً على الطرقات تشعرون بقوة العاطفة من ليلة السبت تنصب جهودكم نحو عملكم وبيسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم مواليد برج الجوزات أكثر عفون يتركز انتباهكم حول البحث عن قاسم مشترك أجمعكم بأحبائكم وشركائكم من صباح الخميس سدخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم من ليلة السبت تنجحون في مجال الاتصالات والسفر ومنكم من يتابع قضية قضائية مواليد برج السرطان تنهمكون في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم وتستفيدون من ذلك انتبهوا إلى صحتكم من صباح الخميس ستركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم تظل العاطفة قوية لديكم من ليلة السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض مواليد برج الأسد تزاد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أبنائكم جربوا حظاكم من صباح الخميس تنهم يكون في إنجاز عملكم المتراكم انتبهوا أكثر إلى صحتكم من ليلة السبت تنجحون في تعزيز شراكتكم مواليد برج الأسدراء ينصب تفكيركم حول تبطي أموركم البيتية والعالية تجدون تعاونا من أفراد العائلة من صباح الخميس تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تشارون خلالها بارتياح مع حبائكم بوسعكم تجربة حظكم بورقة يا نصيب من ليلة السبت تنتبهوا إلى صحتكم خاصة أن العمل سيتراكم لديكم مواليد برج الميزان تنشطون في السفر والاتصالات وتنجحون في تعزيز علاقتكم بأخن أو جار الفترة مناسبة للدراسة والمطالعة من صباح الخميس تنشغلون في تنظيم شونكم البيتية والعائلية من ليلة السبت تشعرون بارتياح مع حبائكم الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي مواليد برج العقرب تتعاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم من يحصل على هدية من صباح الخميس تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات بيوسعكم تعزيز العلاقة مع أخن أو جار من ليلة السبت تنشغلون في إدخال تعديل على مسكنكم وعلاقتكم العائلية مواليد برج القوس أنتم ممتلئون نشاطاً وحيوية ويعامكم التفاول تنجحون في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بيوسعكم من المبادرة بخطوة جديدة والدفع بمصالحكم من صباح الخميس ينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم احذروا من النفقات المفاجئة من ليلة السبت تنجحون في مجال الاتصالات والدراسة ومنكم أن يقوم برحلة قصيرة للاستجمع مواليد برج الجديد انتبهوا أكثر إلى صحتكم تشعرون بالتعب ينال منكم ابتداء من صباح الخميس أنتم أكثر نشاطاً وحيوية وبيوسعكم إنجاز الكثير من عملكم المتراكم والاستفادة من ذلك من ليلة السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي يكون على الأغلب من عمل إضافي مواليد برج الدلو تنشطون اجتماعيين وتسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم من يشارك في حفل الزفاف أو مناسب سعيدة من صباح الخميس تتراجع صحتكم اضبطوا عصابكم أثناء التعامل مع الغير من ليلة السبت تغير الوضع للأفضل وتنجحون في خطواتكم ويعومكم النشاط والتفاول أخيراً مواليد برج الحود تتركز جهدكم حول الدفع بمصالحكم الاجتماعية الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل من صباح الخميس يزاد نشاطكم الاجتماعي حاولوا تفهم وجهة نظر أحد الأصدقاء من ليلة السبت تتراجع صحتكم وينتابقكم شعور بالملل اخلدوا إلى الراحة مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل مننا حسب برجي والله أعلم للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستجرام البرج العالي إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم ألتقيكم بإذن الله يوم السبت المقبل إلى ذلك الحين نسعدكم لا تقبلوا تحياتي وتحياتي سرطة بات من تلفزيون شرقية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر